حقائق ومعلومات عن الثعلب الثعلب حيوان رائع ينتمي الى عائلة الكلبيات يوجد 37 نوعا من الثعلب في جميع انحاء العالم بدءا من الثعلب الصغير الى الثعلب الاحمر الاكبر اليك بعض المعلومات التي قد تجدها مثيرة للاهتمام حول الثعلب مظهر للثعلب مظهر مميز يميزها عن الحيوانات الاخرى لديهم ذيل كثيف وآذان مدببة وخطم طويل ضيب يمكن ان يتراوح لون فرائهم من الاحمر الى الرمادي مع لمسات بيضاء وسوداء عادة ما تكون الثعلب حيوانات صغيرة الى متوسطة الحجم حيث يتراوح وزن معظم الانواع بين ثلاث وخمس عشر طلا سلوك تشتهر الثعلب بمكرها وذكائها هم صيادون انتهازيون يتغذون على مجموعة متنوعة من الفرائس بما في ذلك القوارض والطيور والحشرات تشتهر الثعلب ايضا بقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة ولهذا السبب يمكن العثور عليها في كل من المناطق الحضرية والريفية تنشط بشكل اساسي في الليل ولكن يمكن رؤيتها ايضا اثناء النهار التكاثر الثعلب لها عملية تكاثر فريدة تتميز بموسم تزاوج طويل عادة تتزاوج الثعلب في اشهر الشتاء حيث تلدد الانثى فضلات من الضرائف الربيع الثعلب الام المعروف ايضا باسم الثعلبة سيهتم بصغارها حتى يكبر بما يكفي للصيد بمفردهم الموطن يمكن العثور على الثعلب في مجموعة متنوعة من الموائل بما في ذلك الغابات والاراضي العشبية وحتى المناطق الحضرية هم مواطنون في كل قرة باستثناء القرة القطبية الجنوبية وهم شائعون بشكل خاص في امريكا الشمالية واوروبا واسيا الثعلب حيوانات قابلة للتكيف يمكنها البقاء على قيد الحياة في مجموعة من البيئات مما يجعلها من الانواع المرنة اهمية ثقافية لعبت الثعلب دورا مهما في الثقافة البشرية لالاف السنين في بعض ثقافات الامريكيين الاصليين ينظر الى الثعلب على انه شخصية مخادعة بينما في الفولكلور الاوروبي غالبا ما يتم تصوير الثعلب على انه مخلوق ماكر وماكر في اليابان يحظى الثعلب بالتبجيل باعتباره حيوانا مقدسا يتمتع بقوى سحرية في الختام الثعلب حيوان رائع بمظهر وسلوك فريد من نوعه قدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة وطبيعتها الماكرة جعلتها موضوعا شائعا بين محب الحيوانات وعشاق الفولكلور على حد سواء سواء واجهت ثعلبا في البرية او في الفناء الخلفي الخاص بك خذ لحظة لتقدير جمال وتعقيد هذا الحيوان الرائع شكرا لكم على اهتمامكم وامل ان تستمتعوا بالفيديو شكرا لكم على اهتمامكم وامل ان تستمتعوا بالفيديو